مرحبا بكم في الدرس الجديد مع مهندس شير جيمو في الدرس اليوم سوف أعلمكم كيفية تشفيه وهي كيفية فكة تشفيه البيانات من خلال اللغة البيش بي لأن في بعض الأحيان قد ترغب بأن تقوم بالتشفيه بعض البيانات التي تقوم بالتحديدها ولا ترغب بأن تمكن آخرين من فكة تشفيه إلا بوجود مفتاح تقوم بالتحديدها من خلاله يتم فكة تشفيه لدينا في البي اش بي نيل فونوكشينس الفونوكشين التالي يتم استخدامها لتشفيه البيانات والفونوكشين التالي يتم استخدامها لفكة تشفيه البيانات في حال كان بيانات صاحب خمش شفرة لنفترض لديها فريابل سوف تسميها data بيانات قم بتحديد نفسك الاسم فريابل لنفترض ارغب بالتخديم بيانات من نوع نصي دامنها على سبيل المسال بيانات تالية password اي شيء اي بيانات ترغب بها لنفترض لدينا فريابل سوف تسميها encrypted data بيانات مشفرة قم بتحديد نفسك الاسم فريابل دامنها ارغب بالتشفيه البيانات التالية للتشفيه في اللغة PHP كل ما عليك ان تقوم بانشاء فونوكشين يسمى open ssl underscore ثم تقوم بالتحديد الفونوكشين encrypt الفونوكشين التالي يقوم بيعادت لك بيانات من نوع نصي يمكنك ان تقوم بالتحديد بنفسك ماذا ترغب بقيام بالقيمة اللي يقوم بيعادتها لك؟ لكن اتمكن من تشفيه البيانات فى البداية يجب علينا أن نقوم بالتحديد البيانات اللي سنرغب بالتشفيه weekly. ارفتر women accounting. دينا افترض أرغب بالتشفيه البيانات التالية ، وبما اينا البيانات تالية مخصطة دمنا e variable التالية , زل سوف تقوم بالتحديد الاسم اليذي تم تخدم بيانات اللي سنرغب بالتشفيه دمناها، ثم نقوم بوضع فاصلة ألا نكون معلنا نقوم بالتحديد طريقة التي نرغب باستخدامها للتشفير البيانات هناك أكثر من طريقة إذا قمنا بالبحث الاسم الفنكشن في جوجل في موقع البيش بي الرسمي هنا إذا ضغطت على الرابط التالي وقمت بفتحها في الصفحة أخرى سوف تجد كثير من الخوارزميات التي يمكنك أن تقوم باستخدامها للتشفير البيانات قم بتحديد بنفسك أي خوارزمية ترغب باستخدامها أنا سوف أقوم باستخدام الخوارزمية التالية أو أي خوارزمية نقوم بتحديدها على اسم المسال الخوارزمية التالية أو التالية أنت الحرف في الاختيار ضروري جدا لما نقوم بوضع القيمة من اقتباس النصي ضروري جدا أن تقوم بالتحديد طريقة تشفير التي ترغبها لأن عندما ترغب بفك التشفير يجب عليك أن تقوم بالتحديد نفس الطريقة التي تقوم باستخدامه للتشفير البيانات هذه النقطة مهمة ثم مفاصلة نقوم بالتحديد القيمة الثالثة القيمة الثالثة سيكون عبارة عن كلمة مرور ترغب عندما ترغب بفك التشفير عن البيانات التي تقوم بتشفيرها بأن تتمكن من خلال ذلك المفتاح فقط من فك التشفير لنفترض أرغب بتحديد المفتاح التالي ككلمة مرور أنت الحرف في الاختيار أو يمكن أن نقوم بالتشفير قبل كي يساوي القيمة التالية قم بالتحديد بنفسك المفتاح أنت الحرف في الاختيار من خلال ذلك المفتاح وإذا طريق التشفير البيانات فقط سوف تتمكن من فك التشفير عن البيانات المشفرة سابقا للتذكير ثم نقوم بوضع فاصلة الآن القيمة الرابعة قم بوضع صفر options إضافات لست بحاجة لي ثم فاصلة القيمة الأخيرة قم بالتحديد على شكل بيانات نصي 16 عدد قم بالتحديد بنفسك أنت الحرف في الاختيار لأن الطريق التشفير سوف يكون 16 bit للبيانات التالية لذلك قم بالتحديد 16 عدد للتشكيل نفس الأرقام أو القيمة التي قمت بتحديدها يجب أن تقوم باستخدامها عندما ترغب بفك التشفير عن البيانات التي قمت بتشفيرها هذه النقطة مهمة ويمكنك أن تقوم بـ فريابر القيمة التالية أنت الحرف في الاختيار يمكنك كتابة مباشرة أو تقوم بتخزينها عندما فريابر وتقوم بتحديد لاحقا إذن بهذا المفهوم وبهذا الأسلوب يمكنك أن تقوم بالتشفير أي بيانات ترغب بها لأن أفترض أرغب بطبع القيمة الذي يملكه الفرياب التالي يتم تخزين دمنية القيمة التي يقوم بأعطلان التالي بعض ما يقوم بتشفير البيانات التي قمنا بتحديدها لنشاهد النتيجة مثل ما تشاهد القيمة التالية بعض التشفيرية أصبح بشكل التالي إن كنا نرغب بفكة تشفير عن البيانات المشافرة على صف المساعدة البيانات التالية تم التشفيرها نرغب بفكة تشفير عنها لنفترض لدينا فريابر سوف يسميها Decrypted data قم بتحديد بنفسك اسم فريابر يساوي القيمة الذي يقوم بأعطلان التالي من نوع Decrypted هنا تقوم بتحديد البيانات التي سمت تشفيرها في المسان الحالي البيانات التي سمت تشفيرها تم تخزين ضمن فريابر التالي المهم تقوم بتحديد هنا البيانات التي سمت تشفيرها أو يمكنك تحديد هنا بشكل مباشر البيانات التي سمت تشفيرها بصيغة بيانات من نوع نصي هنا نقوم بتحديد الطريقة التي سمت استخداما للتشفير هذه البيانات وهنا نقوم بتحديد كلمة مرور التي سمت استخداما للتشفير بيانات وهنا الصفرة وهنا نفس القيمة التي تسمى استخدامها للتشفير بينات بت ولنفترض ارغب بالطبع القيمة الذي يقوم بيعاد لنا الفنكشن التالي بعدها ما يقوم بفاقة تشفير عن البينات الذي قمنا بالتحديدها لنفترض ارغب بالدمج مع عنصر بلايك لكي يبدأ القيمة التالية بالسطر الجديد مثلا ما انت شاهد بالفعل قام بفاقة تشفير طيب اذا قمنا باستخدام على طريقة فاقة تشفير مختلفة على سبيل سال قمنا باستخدام الخوارزمية مختلفة على سبيل سال طريقة تشفير التالية هل سوف يتمكن من فاقة تشفير لن يتمكن مثل ما تشاهد طبع هناك بعض الخوارزميات العداد البيت مثل ما تشاهد هنا السمانية بادر ستعاش بيت هنا قمنا بالتحديد ستعاش عدد يقول النوع الطريقة تشفير تالي يكون سمانة بادر اذا يجعلنا نقوم بتحديد سمانة عدد اذا نقوم بالتحديد النوع التالي مثل ما تشاهد لم يتمكن من فاقة تشفير البيانات التالية نقوم بتحديد الطريقة التي تم استخدامها لتشفير البيانات التالية سوف يتمكن من فاقة تشفيرها مثل ما تشاهد طبع انت لسا مجبر على تخزين القيمة التي يقوم بيعطينا الفرنكشن التالي دمنا فريابل يمكنكم مباشرة تقوم بتحديد ماذا ترغب بقيام القيمة التي يقوم بيعطي لك على سبيل سمباشرة ترغب بطبع القيمة التي يقوم بيعطينا الفرنكشن التالي مثل ما تشاهد نفس النتيجة انت الحرف الاختيار اذا هذا هو درسنا اليوم اتمنى من خلال درسنا اليوم تعلمت كيفية تشفير البيانات وهذا فك التشفير عنها من خلال اللغة البي اش بي بالطريقة امنة مئة بالمئة ولا تنسى ان تقوم بالنسخ رابط الدرس اليوم ومشاركتها مع الاخرين لكي يستفيدون هم ايضا الى لقاع اشتركوا في القناة